اشتركوا في القناة يكاد ينهدم كأنه خلق بلا عظام أو كأن عظامه من شوكولاتة وإذا بامرأة كهلة شديدة تزاحم لتمر فدفعته في صدره فهوى فرجعت ووقفت تتأمله كما يتأمل زائر الحديقة حيوانا غريبا ثم وضعت يدها في خصرها وقالت يوه وقعت تعشوف شباب أخر زمان فزلزلت ترام من الضحك هذا النمط من الشباب موجود في كثير من البلاد المسلمة لا أقول إن الشباب عندنا كلهم من هذا النمط ولا نصفهم ولا ربعهم ولا عشرهم ولكن عندنا من هذا النمط عدد إذا كان اليوم قليلا فإنه يخشى أن يكثر لأن المرض يعدي والفساد يغلب الصلاح مريض واحد يعدي عشرة أصحاء وبرتقالة واحدة فاسدة في الصندوق تفسد برتقال الصندوق ومن يوم ظهر هذا النمط من الشباب بدأنا نفقد بعد سلائق النضال وإرث البطولة فإياكم يا شباب الإسلام أن يكون فيكم مثل هؤلاء إننا نريد شبابا أقوياء الأجسام قاماتهم مشدودة وعضلاتهم بارزة يمشون مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي كأنما ينحط عن صبب أي مشية من ينزل إلى الطريق الهابط من الجبل مرفوع الرأس منتصب الظهر لا نريد من يمشي متخاذلا رأسه بين كتفيه وظهره منحن وبطنه بارز ورجلاه ملتويتان فلقد كان عمر إذا رأى من هذا شأنه ضربه بالدرة وقال له انتصب لا تمت علينا ديننا نريد شبابا أقوياء في الجسد أقوياء في اللسان أقوياء الجنان يقحمون الأهوال في سبيل الحق قد تمرسوا بالصعاب وألفوا الجهاد فلقد ول زماننا نحن الكهول ومضت أيامنا وعملنا ما استطعنا فأصبنا وأخطأنا وهذا زمان الشباب فيا أيها الشبان لقد فسد الزمان وتزعزع الإيمان وظلت قافلة البشرية في بيداء الفتن والشهوات والإلحاد والفساد وعمل كون ليل أسود مظلم ولا يهدي القافلة الضالة ولا يحمل المنار الهادي في هذا الليل المدلهم إلا أنتم أنتم يا شباب المسلمين لا أعني شاب الترامي الذي لم أعرف أرجل هو أم امرأة بل الشباب الذين امتلأت بالإيمان قلوبهم وسارت على نهج الإسلام أعمالهم وتحققت معاني الرجولة والقوة فيهم فأعدوا أنفسكم يا شباب لحمل هذه الأعباء قووا أنفسكم أجسادكم فلا جمال للرجل إلا بالقوة وروضوا ألسنتكم وأقلامكم على البيان فلا تنجح دعوة لا تمدها الألسنة والأقلام وتعلموا حقائق الإسلام لتدعو إليه على هدى وبصيرة فإن الجاهل إذا دعا أخطأ وهو يريد الصواب وصححوا نياتكم وكونوا مع الله بقلوبكم فإن من كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه لا تغلبه جبابرة الأرض يا شباب خذوا الأمثلة من شباب الصحابة من الذين كانوا يتزاحمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلهم جنودا في الجيش الذي يمشي إلى المعركة وكان أحدهم يتطاول ويقف على رؤوس أصابعه ليجيزه رسول الله هؤلاء الشباب الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم فضربوا للناس في البطولات أروع الأمثال لقد مشي محمد بن القاسم بن الطائف من العراق إلى أقصى المشرق في فتح الهند وهو في سن السابعة عشرة بسن تلميذ في السند الثانوية الأولى كونوا مثل أولئك الذين صبت عضلاتهم صب الفولاذ واجتملت صدورهم على قلوب فيها النور وكانت مطامحهم أوسع من الدنيا لأنها لم تقنع بها وإنما رمت إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض هؤلاء لا مثل شاب الترام الذي خلقت عظامه من الشيكولاتة أو الذي خلق بلا عظام حديث أديع من دمشق سنة 1958 إذا قصرت في دفع الضرائب وتراكمت عليك حقوق للخزانة حجز من أجلها على مالك ونودي عليها بالمزاد ثم صدر قانون بأن من طلب الإعفاء من حقوق الخزانة كلها أعفي منها وسقطت عنه بشرط أن يقدم اعتدارا عن التقصير فيها في الماضي وتعهدا بأدائها في وقتها في المستقبل فهل تتردد في تقديم الاعتذار والتعهد؟ وإذا أغراك الشيطان فأجرمت جريمة الشرطة تلاحقك من أجلها وأنت تفر وتختفي من جرائها لا يقر لك قرار ولا يستريح لك بال ثم صدر قانون بالعفو عنك عفوا كاملا والتعهد بألا تعود إلى مثلها هل تتردد في تقديم التعهد والاعتذار؟ وإذا قيل للمسجونين في سجن القلعة من قدم منكم اعتذارا عن ما كان منه وتعهدا أن لا يعود إلى مثله أطلقناه فورا وأسقطنا عنه بقية العقوبة ومحونا من سجله أثر الذنوب هل يتردد أحد في تقديم التعهد والاعتذار؟ وإذا تردد أو أجل أو أبى فهل يكون عاقلا؟ أم يكون مجنونا حقه سكن المارستان؟ لا لا تقول مجنون لإلا نكون جميعا مجانين ذلك أن علينا من حقوق الله التي قصرنا فيها أكثر مما على المقصر في أداء الضرائب من حقوق الخزانة وإن كانت عاقبة ذاك خسارة ماله فعاقبة المقصر في حق الله خسارة نفسه وخسارة سعادته الدائمة في آخرته وإن أجرم المجرم في الدنيا فلاحقته الشرطة فهرب أو اختفى أو قبض عليه فأوديع السجن فإننا قد اجترمنا مع الله جرائم لا نستطيع أن نهرب بها منه وأين المهرب؟ والكون كله ملكه والسماوات والأرض له هل من إله غيره نلجأ إليه كما يهرب اللاجئ السياسي من دولة إلى دولة؟ لا إله إلا هو ولا نستطيع أن نختفي منه وأين نختفي وهو معنا أينما كنا يسمعنا ويرانا وليست عقوبة الله سجنا نأكل فيه ونشرب وننام وإن اشتد علينا الأمر نشتغل ونتعب لا بل إن للمجرمين نارا وقودها الناس والحجارة إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وفي آية أخرى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا وفي آية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وفي آية أخرى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وآية هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وآية إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فإذا صدر قانون بأن هذا المؤمن المقصر في حقوق الله وهذا المؤمن الذي أجرم هذه الجرائم وأذنب هذه الذنوب مع الله ستسقط عنه هذه الحقوق وتمحى هذه الجرائم إذا قدم اعتذارا صادقا وتعهد تعهدا مخلصا بأن لا يعود إلى مثله ولكن لم يرضى أن يقدم الاعتذار والتعهد أو أجل تقديمه وما طلبه أو تردد وفكر وتحير هل يقدمه أو لا يقدمه ألا يكون مجنولا إذن فنحن جميعا مجانين لأننا قصرنا وأذنبنا فقال لنا الله أنا أسامحكم بحقوقي وأمحو من سجلاتكم المحفوظة عندي ذكر جرائمكم إذا تبتم فقلنا لا لا نتوب أو أجلنا التوبة يوما بعد يوم يقول الفاسق الذي يتبع شهوته كيف أدع هذه المتعة وهذه اللذائذة وأنصرف عنها لا ولكن أنغمس فيها ما دمت شابا فإذا صرت كهلا تبت عنها ويقول الذي يأكل المال الحرام من الربى أو من الظلم إني الآن في سن الشباب وهو سن العمل والكدح وجمع المال فإذا صرت كهلا تبت والفتاة التي تخرج كاشفة الشعر بادية النحر ظاهرة الساق والزند تقول أنا الآن صغيرة فكيف ألبس لباس العجائز وماذا تقول عني رفيقاتي ولكن إذا كبرت توبت واستطرت واتخذت الحجاب الذي أمر الله به والذي يظلم الناس ويتعدى عليهم بقوة ساعده أو بقوة جاهه أو بقوة ماله يقول سأتوب إذا صرت كهلا وما أدراك أن العمر سيمتد بك حتى تصير كهلا وإذا صرت كهلا فمن أدراك أنك ستتوب ها أنا ذا صرت كهلا ولا أزال منغمسا بالذنوب اسأل الله التوبة لي ولكم يقول الفاسق إذا تزوجت أتوب فيتزوج ولا يتوب ويقول إذا جاء رمضان تبت فيجيء رمضان فلا يتوب ويقول سأحج أتوب فيحج ولا يتوب يؤجل التوبة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى يأتي يوم لا يوم له بعده في هذه الدنيا ويرى الموت الذي كان يتناساه ويبعده عن ذهنه ويكره الحديث عنه قد نزل به فيتوب في تلك الساعة فلا تنفعه التوبة قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي أن الله يتوب على من يعمل الذنب فيرجع إلى الله ويندم ويتركه أو يسمع الموعظة فياتبعها ويدع الذنب فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أما الذي يصر ويبقى مصرا على الذنب والذي يؤجل التوبة حتى ينزل به الموت وتصل روحه إلى الحلقوم والذي يموت وهو كافر فلا تقبل له توبة وليس أمامه إلا النار ولا يقول أحد إن ذنوبي كثيرة وإني منغمس في المعاصي فليس في الذنوب ما لا يغفر إلا الشرق والكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن رجل من الأمم الماضية كان مجرما سفاكا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ندم وفكر في التوبة وخاف أن لا تقبل توبته فسأل عن أعلم أهل الأرض ليستفتيه فدلوه على راهب ليس بعالم فسأله فقال له إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله وكمل المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له إنه قتل مئة نفس فهل له توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق إليها حتى إذا انتصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا ومقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي قصدها تائبا فقبضته ملائكة الرحمة والحديث أخرجه الشيخان وابن ماجه وأحمد وشرط التوبة ترك الزنب والندم على الماضي وعقد العزم على عدم العودة إليه هذه حقوق الله أما حقوق الناس فلا تصح التوبة منها إلا بأداء الحق لصاحبه أو أن يسامحك به فإن أكلت مال أحد فرده إليه وإن ظلمته فعوده عن مظلمته وإن اغتدته في مجلس فاذكره بالخير في مجلس مثله واستغفر له ومن عفى عن أخيه المسلم أو سامحه عوضه الله أكثر مما كان يطلو منه ورد أنه يختصم اثنان عند الله يوم القيامة فيقول أحدهما يا رب هذا ظلمني فيقول الله للظالم أعطه من حسناتك فيعطيه حتى لا يبقى عنده شيء فيقول يا رب لم يبقى عندي شيء فيقول الله للظالم أحمل من سيئاته فيحمل من سيئات المظلوم حتى لا يبقى عليه من السيئات شيء ويبقى له عنده حق فيقول يا رب حقي فيقول الله عز وجل ارفع رأسك فيرفع رأسه فيرى قصرا في الجنة يأخذ العقول فيقول يا رب لمن هذا فيقول لمن يسامح أخاه ويعفو عنه فيقول يا رب قد سامحته وعفوت عنه فيقول الله أكرم الأكرمين خذ بيد أخيك فأدخله الجنة يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة فقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم إن شاء الله في رحلة جديدة وممتعة مع كتاب نور وهداية والسلام عليكم ورحمة الله